لنفعل هذا هلا هلا بالحباب أهلا بكي معي اليوم أول مقرجة ومنتجة إماراتية نيلة الخاجة وعايز أقول لكم إن نيلة مش سهلة خالص مش سهلة خالص هي بتبين لذيذة ولطيفة بس الست دي جريئة في كل أعمالها وكل اختياراتها حصلت على جواز كتير قوي وألقاب أكتر جميلة جميلة لما قررت أنت تكون مقرجة يا تارا كنت فهمة أدئي ده قرار قريب ما كنت أعافني حتى تصبر أيوم أحكي لي ليه أنت مكتش خايفة حس في أي مجال ذو واحد كان محترف في مجاله يحترم نفسه ويحترم غيره يعرف يمسك الكادر لهو معاه طبعا زوجي متأقلم جدا في الجو أحيانا ما قلت أنت أخذنا ساعة ثلاثة أربعة بما أنه سند وسندي ظهر يعني من كل النواحي فيشجعني أن أكون في هالمجال بس قبل ما نوصل لجوزك رد فعلا أهلك كان إيه لما أنت قلت لهم بابا ماما أنا هكون مخرجة في البداية قالوا يا لهوي لما درست خراج في كندا خاصة كانوا خايفين علي لأنه سمعة المجال هذا صعب فأنا ما ألومهم إن فيه سمعة زي ما أنت قلت سمعة صعبة حول المجال ده إنك ممكن تخلقي حياة مختلفة عن الناس تتوقعوا لأنهم شافوا نتائج الأعمال سويتها يجرون عني في الجرايد فبعدين لما يحصرون الثناء من أصدقائهم الناس تشجعهم يرتاحون نفسيا طبعاً وطبعاً بعدما أتزوج يرتاح أفضل أحسن حاجة بس خلينا نتكلم كمان عن جوزك اخترتي واحد يعني واحد أولاً أبيضان يوح لي وكده واسمه كريستشن فأقوليلي الموضوع ده بقى إزاي عدى كده قرار جداً صعب كأني ياسا أقول لما أتزوج واحد من المريخ كان جداً صعب أن الست الامرأة الامراتية تتقوز أقنبي مش حاجة محبوبة أوي أنا بالعكس ما عندي أي مشاكل إذا تزوجت مواطن بالعكس ما في أي بالعكس بس هو نصيب مكتوب كان جداً صعب الواحد يتأقلم يعني في العقلية هاي بس أنا يعني وكد مرتحت له يعني نص أهلي كانوا حابينه عارفين شخصيته كيف وقالوا هذا مناسب جداً لها كان كما يقولون منفتح أن يتعلم عن عاداتنا وتقاليدنا وعن ديننا ويدرس ودرس بعد الإسلام ست شهور وغير اسمه يعني يعني أنت حتى في قرارات حياتك دايماً ما بتخافيش يعني حتى لما قرارتي تكوني مخرجة ما قرارتيش أن أنت تعملي أفلام حب وحنان وكامدي ما قرارتك خلي الرعب وتحرش جداً ما قفتيش إنه ممكن يكون رد فيه رد فعل ضدك سؤال ممتاز إنه نهاياتي كلها مفتوحة فهو الشخص يستنتج منه المادة اللي هو يعني النظرة اللي هو يشوفها يعني بعطيش مثال فيلم المراهقات الموعد الغرهمي الناس اللي كانوا كثير متديرين قالوا سبحان الله الحمد لله خوفتيهم أوكي شبا قد تخوف اللي اللي عيال حرام عليكي مثلاً لو نقول قاعدة أنت دايماً تبعتها في حياتك حسناً هي وصلتك للنجاح اللي انت فيه دلوقتي ما أتوتر أنا وايد يعني دايماً أخلي عواطفي تحت كنترول لكن أخلي الأمور هادية أكون دايماً مبسوطة ريلاكس جداً أصيحة مهمة جداً لا توترون نفسكم حق هذا الشيء شكراً على الانتربيو معنا شكراً حمي وأنا متأسفة على بعوض اللي عبتش اليوم لا نحن لازم نطلع من هنا كما عشان الموسكيتوز أكلونا خلاص تابعوا فيلم نايلا الجديد هينزل في التريلر هينزل قريب إن شاء الله نوفمبر 3 والفيلم الظل هينزل إمتى؟ كل حقه 2020 باي باي